التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تبدل قصر جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية حيث عقد لقاءا مع طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس واستمع لأراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات وخلال اللقاء أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 حقق إنجازات عظيمة بفضل الله ودعم المصريين وتضحياتهم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بنسبة تتروح بين 5% إلى 5.5% وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر بناحو 6% أو أكثر مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم ككل وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة حيث استهدفت فئات معينة من الشعب وعملت على توفير السلع الأساسية في الأسواق وذلك لتفادي ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 شهيدا من بينهم ستة أطفال إضافة إلى 215 مصابا وأشارت توكلة الأنباء الفلسطينية إلى أنه تم انتشال جثمين ثمانية شهداء من بينهم طفل وسيدتان وذلك من تحت حطام أحد منازل التي دمرت من خلال الطيران في الليلة الماضية في حي الشعوث بمخيم رفح جنوب القطاع هذا وأصيب نحو 40 مواطنا في القصف الإسرائيلي في رفح ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الألج هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الاثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياضة منصور أكد أن الطلب الفلسطيني لقي استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن وشدد على الضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه رفعت بنجلاديش أسعار الوقود بنحو 50% في خطوة ستقلس من عبء الدعم ولكنها ستزيد من الضغط على التضخم الذي تجاوز 7% ويعد اقتصاد بنجلاديش الذي يبلغ حجمه نحو 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ سنوات ولكن ارتفاع الأسعار الخاصة بالطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة فطورة الواردات تسلمت دفعة الثانية لمبادرة ابدأ حلمك السينما بن إديك دفعة أغسطس 2022 تسلمت شهادات التخرج كما تم استعراض فعليات تم مبادرة صيف بلدنا وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية يذكر أن مشروع ابدأ حلمك السينما بن إديك تضمن دورات متخصصة في كافة مجالات السينما منها السيناريو، الإخراج، التصوير، المنتاج والهندسة الصوتية، الفيلم التسجيلية وغيرها وتأتي مبادرة تصيف بلدنا في إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير في أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل